صباح الخير أو مساء الخير يا برج التور في القراءة العطفية خلينا ندخل على طول على القراءة العطفية وأسفل التأخير دي تعتبر من 14 ليوم 31 بإذن الله طاقتك حلو يا برج التور وكارتك طالع يعني ده إنت في الطاقة بتاعتك أعتقد إن في حد قديم رجع لك وإنت زمان تقريبا كنت مستني رجوع هذا الشخص وبالفعل هذا الشخص رجع مرة أخرى لحياتك أو هيرجع بهذا الشخص مرة تانية ده إيرفينت أنت في الطاقة بتاعتك طاقة برج التور طاقة إنك مبسوط وشاعر بيئة الرضا أنت شاعر بالرضا حاليا وشاعر بأن أنت بتحبه قوي يعني بتحبه قوي وبتحب كمان التواصل مع هذا الشخص ولما ما بتتواصلش معاه بتشعر بعدم الرضا لأن ده كارتك يطلع بالتواصل إبنت بتشعر بأن مثلا الحياة تحكيت لك لما هذا الشخص بيرجع مرة تانية لحياتك لأنك بينكو ذكريات كتير قوي وبينكو علاقة متينة يعني مش أي علاقة ممكن تكونوا متزوجين مثلا ما ممكن ممكن تكونوا متزوجين طيب خلينا نشوف طيب مشاعر هذا الشريك إيه وشايفك إزاي وحالته إيه دلوقتي حلو طيب برج التور هذا الشريك عايز يقدم لك يعني هدية كده أو شيء من مثلا ممكن تكونوا أنت لسا راجعين مع بعض فهو عايز يقدم لك شيء يثبت حسن يثبت بيه حسن نياده مثلا عايز أتأكد من حاجة عشان ما ظلموش مثلا مش هظلمو يعني أه لا ده ده عايز عايز يقولك وحشتني وتعالقي عايز يهزر معاك ويدحك ويرجع الجو اللطيف اللي كان ما بينكو في أول العلاقة خالص بقى لكنك أول مرة تتعرف عليه كده وبصص لقدام أهو وهو تقريبا عايز يعمل إيه لأن ده كرت برضه هو عايز مثلا ما تتكلموش في الماضي كتير يعني مثلا ممكن تكونوا أنت بتكلموا مثلا صرت حاجة حصلت في الماضي ما بينك ويقولك بلاش بقى أول سيبك من الماضي تعال نهزر تعال نتحك تعال نتكلم مع بعض أنا بحب الكلام معك أنا بقولكو فيه تواصل ما بينكو قوي يعني أنت بتحبوا الكلام مع بعض أنتو بتتكلموا مع بعض حلو قوي فهو بيحب يتكلم معك هذا الشخص وبيحب يددش كده وتتحك وتهزر وياخد معك الكلام يعني أو وحشه قوي وحشه قوي جو الهزار والضحكة اللي كان ما بينكو فهذا الشخص عايز يبص لقدام بقى يعني تعال يقولك تعال بقى سيب بقى اللي ورا بص وبص معاه لقدام كده تعال بص لقدام كده تعال نخرج تعال نتفسح تعال أجيب لك هدية هو عايز يجيب لك هدية على فكرة وحاجة كده حلوة يرضيك يعني أجيب لك الكوبية والبنتكلس يعني يجيب لك الحاجتين يعني انت عايز ايه يجيبه لك اللي انت عايز يجيبه لك بس هي مشاعره حلوة قوي يعني مشاعره حلوة هي صحيح بقى 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 بس عشان ممكن تكون انت كنتم متخصمين أو حاجة فهو عايز يدردش معك أو كده ولو انتو مفيش خصام أو اي حاجة ما بينكو فهو عايز عايز يديك هدية أو هو مستلطفق قوي يعني انتو مفيش خصام والحاجة في علاقة مستقرة فهو مستلطفق قوي يعني مستلطفق وشايفك حد لزوز وجميل وبتضحكه والحاجات دي يعني لكن هو شايفك ايه شايفك شايفك انه ممكن يكون بينكو فعلا خصام ولست راجعين وهو عايزك ترجع زي زمان الشخص الامور اللي كان بيضحك ويهزر معا ليه بقى لانه شايفك عمال تفكر في الماضي كتير قوي تحرمت عمال تعيد في الزكريات بتاع الزمان قوي يعني شايفك ان انت قاعد كده مع نفسك متوحد آه انت انت زي ما تكون هو انت رجعته وكده أو انتو في العلاقة بس زي ما تكون عندك اكتئاب أو ما بقتش زي زمان انه هو عايز يفرفشك اوه عايز يفرفشك عايز يخرجك في فرفشك وشايفك زعلان انت زعلان من حاجة يا برجوتور انت ممكن تكون زعلان من حاجة في الشغلة أو في الدراسة مثلا وهو عايز يقوم من اي حاجة يخليك ترجع زمان الامور اللي كان بيتحك معه يهزر اللي هو كان بيحب فيك الروح الطفولية دي اللي هو كنت بتتحك وتهزر وعمل ايه بتاع فهو شايفك بقيت منعز اللي قوي عنه انت زي ما تكون عندك مثلا ايه اه انت عملت صده ليه يا برجل طور انت بتصده انت عملت تقوله كلام جميد قوي استنى بقى انا كده في هند انت رجعته البعض او عموما يعني في العلاقة وهو لما يرجع يكلمك تاني هو داخل داخلة عامل ايه وحشني وكده وانت بتقوله وحشني ايه انت قلبت على عم ضياء من الآخر او اللي اتفرجته على مسلسل الوصيع انت كده عم ضياء ايه انا مش عارفة ليه انت عملت تقوله استنى بقى انا حزبك وحشني ايه انت بقى لك شهر ما كلمتنيش وبقى لك شهرين كذا فانت بقيت شخص منعزل قوي ومش عايز تكلمه هو شايفك ان انت مش عايز تكلمه او بقيت شخص قاسي بقيت شخص قاسي يا برجل طور اسيت عليه انا هو شايف ان انت بقيت قاسي ومبقيتش بجوف كابس مبقيتش دمك خفيف مبقيتش تأذر معك ممكن يكون دمك خفيف زي ما انت بس انت دلوقتي منعزل عنه شوية لانك ممكن تكون بتعلمه حاجة عايز تعلمه حاجة عايز تقوله انا ما بقيتش زي زمان على فكرة وانا اتغيرت ومش هسكتلك تاني وبتاعه وكده بس انت فرحان برجوع ما تنكرش بقى انت فرحان برجوع وانت بتحبه على فكرة انت بتحب هذا الشخص بس ممكن تكون عايز تقوله مثلا لا انا مش كل مرة هتسابني وتمشي ممكن يكون شخص ده من نوع اللي هو انا حساها اصل كل كروت والبيج والبيج حسا شخص طفولي شوية لانه مش حاجة كبيرة يعني مثلا ما بعرفش يدي مشاعر بالزبط او ما بعرفش يدي مشاعر كبير لو انت متحاير من هذا الشخص وامفكره ان هو بيتسلى بيك ممكن يكون من النوع اللي بيكلمك مرة في الشهر مثلا هو جدا يكلمك مرة في الشهر يسلم عليك مرة وبعدين يجيلك الشهر يتح lapse يوم 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 3 بعدها يجب يرح اقطع. وبعدين نجع تاني.. هزا الشخص مشاعره كده هو ما بيعرفش يدي اللي كده. ما بيعرفش يهتم الا اهتمام صغير. يتكلم مرة يتكلم مرتين. هو كده دي حياته. حتى مطلق بيج أوف كابس. برضو. مش النهار كابس. لا ده البيج أوف كابس. هو كده ما بيعرفش يعمل الا كده. في مشاعره هو كده. متوحد في مشاعره. متخلفي يسيدي في مشاعره. بس بيحبك. هذا الشخص بيحبك ولكن هو في مشاعره ما بيعرفش يدي المشاعر الكبيرة انت ممكن تكون بتديره مشاعر كبيرة قوي ولكن هم بص فتفيت فتفيت انت تسأل عليه كل يوم هم يسألش عليك المرة مرتين هو كده هو هذا الشخص كده ممكن تكون بتتعامل محد جوزاء برضو ممكن لان انا شايفة برضو البنتكالس هنا فممكن يكون ترابي شوية هذا الشخص وعزراء وحود او سرطان او عقرب برج معي وطور برضو عندنا عندنا طور برضو طيب زي مقلت لك وما شايفك ان انت شخص بقيت بتهتم بالتفاصيل قوي وبقيت تدور وراه وبتاعه ولا او انت ما كلمتينيش مبارح وانت 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 طيب هو ايه في حياته دلوقتي هو ال king of cups هو مستقر على فكرة هذا الشخص بجد بقى ما بيعرفش فعلا يدي مشاعر هذا الشخص عنده استقلال في المشاعر مستقل مستقل عاطفين يعني هو الحب مهمة عنده وبيحبك وعايزك بس هو في حياته بيحب دايما يبقى لوحده او يحب دايما يبقى مستقل عاطفين ما بيحبش حد مش عارفة جبالك الزي برج التور عارفين الشخصيات اللي هي بتبقى شغل وفوسح وخروجات وكده وعنده حد بيحبه وهو بيحبه برضو بس ما بيعبرلوش عن المشاعر بس من اخر بس كده هو بيقولك هو بيديك حاجات صغيرة اوه هو كده وديت نظره بس هو مستقل دلوقتي وحياته ماشية زي الفول زي الفول وممكن يكون بيرتب شغل جديد او بدأ عمل جديد مثلا حاجة حاجة من النمضة طيب هو نقييته معاك ايه هو نقييته وصال حق بص هو مش مستحمل خالص فكرة ان انت عاملو الوش ده بصراحة يعني ومش مستحمل فكرة ان انت متعزد كده وقاعد وحاطد ايدك على وشك وبتعلق هو عايز يشوفك كده فيه هو متعود من الاخر كده برج التور ممكن تكون انت اللي عودتو انت عودتو على كده من الاخر بص بقى انت عودتو انت اللي تديله انت اللي تهتم انت اللي تروحله وانت اللي تكلمه هو تعود هو الشخصية دي كده يقولك يا ايه ببال حبيبك على عيبه ومش عارف ايه وكلام ده فانت عودتو او عودت هذا الشخص على كده عودت ان انت اللي بتقدم له الكوباية انت اللي بتروحله انت اللي تتكلمه انت اللي بتهتم هو الشخص ده بيهتم بس اهتمامه بالنسبة لك ما يجيش حاجة هو كده عادي بقى مع الحياة حياة كلها كده يعني لو انت مش عاجبك الشخصية دي خلاص مش مش كله سيبه وامشي لكن 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 هو بيحبك بيحبك وشايف ان انت الشخص المناسب باصل انت شايف ان انت انت الشخص اللي هو مش هيلاقي زيه تاني خلاص ده 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 رفيق الروح يعني توقع مش شوالك بيشعر بجانبك بالسعادة وبالانبساط وكده هو بيحب اهتمامك على فكرة يا جماعة بما ان في تجربة شخصية يعني مش ليا انا بس حواليا فانا لقي صديقة بنفس النمض ده ولما تقلت له انت بتهتمي بيا نص اهتمام ومش عارف ايه كده قال لها انا يعني بحب اهتمامك ممكن يكون ما بديش اهتمام لكن انا ما بيعرفش يعبر ممكن هذا الشخص ما بيجي يعبر بيعبر بالهدايا يعبر بالخروجات بزبط يعبر بالفوسح لكن كلام واهتمامه ازاي كده لا ما بيعرفش يا هو يا مري اللي لا دي خالص هو هيدك يديك يديك يبص خدي 75 جنيه روح اتليك ده مديه قالوا انت عجيب لها دي ايه في الفالنتانا قالوا ان هديها 13 جنيه تشوف بقى تجيب اللي هي عايزة فهذا الشخص يدي كباية يدي هدية يخرج يروح يودي سانمة يجيب لك حاجة انت عايزها بتموت فيها لكن كلام حبه واشعاره كده لا هو عملي قوي مستقل هذا شخص مستقل في عواطفه في مشاعره في كل حاجة وانت بقى يعني انفكروا ما بيحبك شو عمل تقول له لا استناني بقى انت ما بتحبنيش اصلا لا هو بيحبك بيحبك ولما بتبعد عنه ما بيتقبلش الفكرة دي خالص لا هتبعد فين او هتبعد فين هو نوي على ايه الخطوة اللي ياخدها هو حاليا اعتقد انه مركز على شغله قوي لا بص بقى هو نوي انا مش قلتلك هزا الشخص بيدي بس بيدي فلوس يدي هدايا هو نوي يجيب لك حاجة خلاص كده هلي بقى لك بقى هو نوي يجيب لك حاجة هو نوي يعمل اللي انت عايزه شوف بقى انت كنت طالب من هزا شخص ايه هو يعمله لك يعني انت مثلا طالب منه اهتمام هيدي لك اهتمام والله ههتمي بك وهوريك هو الشخص ده عملي قوي 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 يعني وشخص ما بيحبش الكلام يعني افعال عامل ده عامل ده خلاص فهو نوي يوازن خلاص انا انت عايز ان انا ههتمي بيك خلاص يا سيدي ههتمي بيك ما قلتلكو في اول تقريبا قلتلكو انتو ولا مين مش عارف شايف قلت القراءة دي ولا ايه اه الشخص اللي بيتغير احنا ممكن نكون مش بنتغير ممكن نكون ايه اللي بيحبه الطرف التاني ونعمله فهو شايفك ان انت عامل تقوله لو سمحت اهتمي لو سمحت وازن لو سمحت اللي بيتدهولك تدهوني هو يعمل لك اللي انت عايزه بس ما تمشيش ما تبعتش انا بحبك لو سمحت انا بحبك ما تمشيش شوف انت عايز ايه وانا اعملهولك لكن هو لو سمحت يعني اصبر عليه شوية برج التور ما تبقاش شخص اللي هو يا كده يا كده لا لا متعملش كده افرد هو عنده شغل عنده اولويات ايه انا عارف في الناس تقولك تمو فتح هو دلوقتي هو مدخلش تكلمني مش لازم يكون فتح بيكلم بنات يعني ولا ممكن يكون بيكلم بنات فعلا بس مش مشكلة مش مشكلة يا جماعة نبص للجانب للجانب بيتعرف على الناس لا هو شخص كده يعني بيحب في صمت وهو ناوي ان هو يثبت لك ممكن يثبت لك بان يجي يخطبك او يرى فتحة مع اهلك او يثبت لك بانك مسلا يقولك ايه انا خلاص مثلا حددت السنة الجاي علي اخطبك مسلا يقولك كده لان هو بس عمال يشتغل وعمال يكون في فلوس اعتقد هو عنده حاجة في الفلوس منع ان هو يتقدم نحوك او ان هو يخطبك او حاجة ممكن تكون انت مطلبة بانه يجي يخطبك او نرسم العلاقة بقى عشان انا ازهقت مسلا او تعال اخطبني دلوقتي مسلا فهو هيعمل اللي انت عايزيه او اللي انت عايزه لو ولد طبعا فهي هتيتمي بيك هتيتمي بيك يعني انها مش هتين فعلا جي تخطبك طب النصاحة بتقولك ايه النصاحة بتقولك بطل بقى لف ودوران بقى ها ماشي بطل لف ودوران والشخص ده توقم روحك وتوقم شعلة واي حاجة اي حاجة فيها حب معك بيحبك 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 برج الكوس وبرج الجوزات تتعامله مع الاتنين بيحبك قوي قوي يعني وازبر عليه شوية برج التوري والنصاحة بتقولك صالحه بقى ما تبقاش وما تبقاش البرج العزراء ما تبقاش كده هتبقى كده هيمشي هيمشي ويزعل هو بيبقى كده لما انت بتصده لكن هو بيحبك بس طريقته في اظهار المشاعر ما بيعرفش بس كده ده اللي قدر اقوله لك ده اللي انا استنتجته من ايزا الشخص لانه كل شئ بتقللوا بيحب 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 تطلع له عاجات صغيرة لكن ده توقم روحك ده بيحبك قوي وانت كمان بتحبه على فكري انتم نفس مقدر الحب بس انته بتظهر له يعني اكتر من هو بيسغل لك وديك رأة حلوة بصراحة لبرج التور وعجبتني جدا مش بقولك انت في طاقتك انت فرحانة قوي فرحانة قوي برجوع زالشخص انت تحبه قوي قوي وبتحب كمان تديله عطاء بتحس ان انت زي لو انت بنت بتحس انك امه مثلا بالضبط كده تحب تتكلم معه هو بيحبك على فكرة وان هو يجيب لك يدية طب يا برج التور يا رب تكون اللي اقرأ عجبتكم شكرا